ورجعنا لكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا كابتن علي غزيل كابتن علي ايه رأيك في اللي بيقدمه عمر مرموش دلوقتي? لا ما شاء الله تطور طبيعي لحد مهتم ومشي في الطريق الصح. لو تبعت اخر مش دلوقتي من اخر سنتين تاخر مسامين تلاتر عمر مرموش هتلاقي انه ومشاء الله اللي هو في دلوقتي ده ده ناتج عن اللي كان بيعملو السنتين تلاتة اللي فاتت فربنا وفعه الكريم ورب ان شاء الله اتوقع بازن الله تعالى يكون في الدور الانجليسي قريب لو مش في يناير اخر السنة ان شاء الله هو كان جاله على حسب ما انا عارف وولفر هامتن ونوتنج هام فورست وهو فضل انه يعني لا يستنى يتقل شوية انا 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 مش عارف رأيك ده صح ولا غلط لانه كلا الرأيين ليهم وجاهة في حد يقول لك لأ كان راح وبتدي يخش في نادي اصغر وبعدين يطلع لنادي اكبر وفي ناس يقول لك لا استنى انت ماشي بشكل جيد جدا في المانيا لغاية لما يجي لك حاجة اكبر من الفرق الخامسة الكوبرا مثلا في انجلترا فتروح مرة واحدة انت راك ايه انا من انا من انصار لان الفرص فرصة بتيجي خلاص دور انجليزي فروح كويس ايه لان الله اعلم انا 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 شخصيا كعالي بحسبها كلا الله اعلم بالظروف كل حاجة ايه لغيب بتاع ربنا صحانه وتعالى ولكن انت ممكن كن حسبها ان انا عمل سيزون كويس واروح مش عارف ايه نقدر يحصل لك حاجة السيزون ده خلاص راحة منك بقى النادي الصغير والنادي الكبير ايه وممكن يعني يحصل لعدم توفيق مثلا تبدا سيزون المطشط دي كلها ما تجيبش هوا لاجونة فتبدا يبقى سيزون بالنسب لك مش احسن حاجة فمش هيروح منك الفرصة اللي راح تديه والنادي الكبير نفس الكلام فعشان كده انا بحسبها كده هو ممكن كن حسبها بالشكل التاني ان انا لو انا عادت هنا اعمل سيزون كويس جدا بدل ما يجيلي بولفر هامتون يجيلي مثلا تشيلسي مثلا او يجيلي ارسنل ايه فهي تحتمل اللي اتنين ده صح بالنسبالله لو هو وثق قوي مليون في المية وانا وجهة نظري بتاعتنا اللي انا شايفها اني انا جالي فرصة في دور انجليزي كويس والله اعلم اللي ممكن يحصل في بداة السيزون في المانيا حصلي حاجة ما يكونش موفق ولا حاجة خلاص راحة الفرصتين دي تفكيري انا انا بتشوف تجربة منتخب مصر مع كابتن حسام حسن حتى الان ماشي ازاي ماشي كويس جدا ماشي كويس جدا الاداء كويس ده هم حاجة وبتحقق نتائج بتحقق نتائج كويس الطبيعي في المنتخب ان كل تجمع هيبقى في اسماء وفي ناس بتيجي وناس بتمشي والطبيعي من زمن الزمن كل القامة المنتخب بتنزل بيحصل في خلاف مهما كان في همين ومين خرج ومين دخل على لو فلان مش موجود هتلاقي الناس طلع ايه فلان مش موجود لو دخل القامة اللي بعدها رحوا مطلعين لعب تانية ماصل وفلان التانية مش عارف ايه كل القامة يحصل فيها نفس الجدل ولكن ايه هي الاهداف من اختيار القامة دي هو ده اللي احنا نقف عنده ايه اهداف كابتن حسام حسن من انه هو يختار القامة دي بالشكل ده بمعضل الاعمار بتاع العبه دي ده اللي احنا نتكلم فيه انما مين دخل ومين خرج اوكي ما دي هتحصل في كل قامة بس انا لازم نعرف من كابتن حسام ايه هدفه من الموضوع ده و كما يقال انه كابتن حسام بيقول ان احنا بننزل بمعضل الاعمار واللعيبة الصغيرين الموجودين دي ملعيبة كويسة وهم فعلا لعيبة كويسين فده خلاص ده 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 اللي كابتن حسام عايزه وهو رسم انه هو عاوز انزل معضل الاعمار بدعة المتخب بيبقى في جيل تاني كويس بيلعب خلاص هي بقى هندعم ده كده كده بتشوف انه عمر جابر وسام مرسي يستحق الان ده مابل انتخب مصر يستحقوا يستحقوا في لعبة كتير برضو كتير ده كانت كويسة وتستحق بس فنيا هو هي دي بقى النقطة يعني فنيا احنا ممكن نقعد ونطلع مسلا حداشر لعيب تاني غير اللي موجودين دول ان هما يستحقوا ان هما يستحقوا في منطقة مصر ولكن كتير السلام بحسش ان احنا عندنا الوفرة الرهيبة دي يعني اه عندنا لعيبة كويسة بس بحسش عندنا الوفرة الرهيبة اللي كانت موجودة مثلا ان كابتن حسن ان مثلا كان عندك في كل مركز مثلا يعني 30 لعيب او لاخل حاجة انا فيه اهي او الله العظيم انا فيه لعيبة دلوقتي باعدة افتكرها وتقول ده ما كانش في المنداخ ازاي ما كانش في المنداخ ده دلوقتي او موجود يعني مثلا اخل حاجة مثلا قسامة محمد فاكر او محمد بكش مال بكش مال جدا كان بكش مال جدا كان بكش مال جدا يعني كان بيروح المنتخب على استحياء ولما كان بيروح حتى ما كانش بياخد فرص كتير لانه كان قدامه بس كان قدامه اصبتها ثلاثة اربعة عبدالوهب الله رحمه بعد كده سيد معوض وعبدالشافي فما كانش بيشوفها يعني يفهم ازاي او موجود دلوقتي ده يبقى بص بياخد له ستين سبعين ميلون جنيه يعني بكش مال جدا وغيره بقى ممكن اعدلك بقى من اول حراسة المرما لغاية يا رجل فراودة يا نهارب انت كن عندك عمد متن عمر زاكي وميدو وعبدالحيم علي وحسام حسن واحمد جعفر ومش عارفه ده ده انا بكلمك في ده ما كانش بيروح المنتخب عندك بقى غيرهم كنت هتلاقي صلاح امين على فكرة احمل فراودة الجامدين جدا 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 وسبحان الله هو ما كانش لقي فرصة لما جات له فاكر جات له من الروباط الصديد من المنتخب مصر ومع انه فراود جامد جدا صلاح امين وصلاح امين لها موجود دلوقتي لا فراود جامد وغيره 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 يعني ده الاسماء فاصدي انه دلوقتي لما تيجي بص على الاسماء مش هتلاقي الوفرة العددية في كل مركز اللي تخليك تحس ان فيه لعيبي بقى جامد عندك ومقدم مستوى جايد في الدوري ومتدرش فرصة وبعام سام مورسي بالنسبالي يعني هتدلع في برامير ليج كابتن في رئيتو عامل اداء جايد اتليست على سبيل الابريشيشن يعني التقدير احسسه انه انت مردودك ده انا شايفه حتى لو مش هلعبه مش لعبه اساسي بس انه موجود في القائمة انا يعني من انصار يعني قولا واحدا ان احنا بلد فيها فوق المئة مليون واللعيبة المحترفة اللي بتلعب في اعلى يتعدوا على الصابع فمش طبيعي ان انا اسيبهم وابص على اللعيبة بتلعب في الدور المصري انا كده الله اعلم انا غلط ولا صح بس انا بشوف ان الناس دي قدرت توصل ان هي تلعب في لفل عالي اوي اعلى من الدور المصري فهم الطبيعي ان هم بياخدوا تدريب احسن بياخدوا اجواء احسن فكور احسن فالطبيعي ان هو يجي يمسل بلده ولكن ده ده وانا اعب برا هنا وانا اعب برا هنا لو انا في الملعب ككوتش الوضع مختلف تمام عشان اكلمك بكل امان يعني واحنا عادين هنا قدر اقولك ان لا ده سامن مفروض يبقى موجود هو المفروض فعلا موجود احب بلعب دور انجليزي مفروض يبقى موجود ولكن المدرب هو بيمسك الوراء القدم كده بيشوف انا هلعب بالخطة الفرانية فمحتاج اللعيب اللي في المكان ده يعمل واحد اكتنين ثلاثة فانا مسلا عندي في الدور المصري خمس لعيبة وعندي خمسة في الدور الانجليزي لو الخمسة بتوع الدور المصري هيعملوا اللي انا عايزه ده هاخدهم الخمسة مش هاخد بتوع الدور الانجليزي ده المدرب بيحسبها جدا وده ده اللي انا يعني متأكد مليون فهمة ان كابتن حسام بيفكر فيه عند حد انت ذكرتلي اسمين عمر الجابر مسلا ووسام كون ان كابتن حسام هياخد لعيبة صغير مسلا محمد شحاتة انه يلعبه في الحتة دي وياخد حد تاني بيلعب في المكان ده وما ياخدش عمر فدي فنية بحتة هو شايف انه هو الراجل كويس جدا في الزمانك في الخطة بتاعت الزمانك مع جومز بس انا كابتن حسام حسن في الخطة اللي انا هلعب بيها واحد اكتنين تلاتة او مش هيبقى كويس فان مش هاخده فهي بتتحسي بكده هتيجي تبص في الاخر ازاي ده بيعدى اداء كويس جدا بس بيعدى ده كويس مع ابراهيم بس مع علي او مش هدين اللي انا عايزه عايز اتكلم معك في جزئية تخص محمد عبد المنام مفيه شك انهو بكل الارقام وكل المقيس وكأداء كل حاجة هو احسن مدافع موجود في الكرة المصرية في الوقت الحالي على الرغم من كده شفنا بداية محمد في الدول الفرنسي مع نيس وانطلقته مهياش على قدر التوقعات هل ده طبيعي ده طبيعي 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 ان محمد انا اعرفه من ايام سموحة وانا رشحته اصلا للوكيل الانجليزي لان هو كان الوكيل بتاعي وانطلقه في العيب عندي كنين العيبة هنا كويسين جدا صغيرين في السن وكاننا عب مانعم وعبد القادر وكاننا في اسموحة وكنت انا موجود في الوقت اده ولكن تلعبت معي انا ولكن انا كنت بشوف فيهم الكنين عيبين خلينا بما ان احنا بتنكلم عن عب مانعم فاقولك على عب مانعم كان عنده ميزة وعيب الميزة اللي عنده السرعة والقوة والثقة في النفس والثقة في النفس ده هتبقى برضه من ضمن العيوب لانها زيادة شوية وتباركوزات اللي بيخلي عب مانعم مظاهر هنا اوي اوي وفارق عن الناس اللي موجودين هنا وحتى اي فرود بيلعب عليه سواء هنا ان هو بيعوض ده بسرعته وقوته فمسلا يبقى في مية مسلا مش احسن حاجة بس هو قيو سريع فبيروح يعدل من الموقف بره الوضع مختلف بره بتلعب اوساد ناس هي عارفة بتجري ازاي عارفة بتقف ازاي عارفة بتتحرك ازاي وا 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 فاللي تجي تعمله هنا تروح تعمله بره مش هينفع فلازم ان انت تعلم اصلا ان انت كمدافع تمركزاتك تبقى سليمة جدا وبعد كده في المواقف اللي تحتاج قوة سرعة تستخدمها مش العكس القوة السرعة مش كل حاجة لان بره اللي بقى قوية و اللي بقى سرعة غير هنا هنا ممكن تلعب على تلاتين فروت في الدور المصري انطقوا من التلاتين واسرع منهم بمراحل مفيش حد في سرعة ولا قوة منها ولا فروت في الدور المصري كله فبرا الوضع مختلف فلما يروح هو خلاص من الساستم على كده فهياخد وقت قبل ما يتعلم ده قبل ما انه يفرق بين ان انا تمركزي بقى سليم وهم تستخدم قوتي وسرعتي فهياخد وقت طب انا في حاجة سمعتها من كيروش كارلوس كيروش ومن جوزوالد وفريرة فريرة في الزمالك او كارلوس كيروش مع منتخب مصر ومن مدربين كتير جدا احنا اللعيبة عندنا ما بتعافش تقف ده وانا بقى وعلي غزال بيقولك يا فريرة ايه الموع دي مشكلة فين في خطاة نشئين يعني؟ تدريب طبعا احنا عندنا مشكلة هنا ان المدربين اللعيبة بتطلع مدربين بتلعبها ع حسب امكانياتها بمعنى انا اللقيت واحد طوله 190 سنتي بيطلع يلعب جنب كويس بيجري كويس مدافع فكل اللي هتعمله ايه تطلع بوم الفرود مستلمش مش عارف ايه الكلام ده كله نادرا وقليل انا برضه ما بعممش انا كل كل كلام مش بعمم انا برضه بقول اللي انا شفته وبقول كل ما علق خبرتك انت اللي شفته في حياتك ولكن مش تعلم في مداربين كؤاسيين وبتعرف تعمل ده كويس ولكن الاغلبية لأ فبيجي يلعب على امكانيات اللعيب وعنده واحد سريع بيرقص بتاع روح ملعب وينج بس قلو بقى امتى يفتح الخط امتى يضم الجوه امتى يقطع امتى يشوت امتى لما يعدي امتى يروح واحد على واحد ويخش الجوه لأ عرفوا الحاجات دي كلها لأ بيسيبوا هو يعملها كده بيسيبوا يستخدم مهارته هو سريع فحطوا على الخط و لما يقولوا الكورة يجري حلبية سيفتح لونج جي والعب لوحدة طويل وهو ده هو ده اللي بيعس فيطلع اللعيب يلعب فريق اول بسبب امكانياته ان هو كويس لما يجي بقى مدرب من بره او يجي يوصل لليفل اعلى يلاقي ان هو سريع وشويت وكل حاجة حلوة بس بيعملهم كلهم خلط فهمني ففي الموقف اللي هو لما يلعب بحباك بيقولتنا يجيب له جسر هنطلع لفي اصل ونرجع نكمل كلامنا الجميل والممتع مع نجمنا اللي اتنوارنا النهاردة كابتل علي غزائر خليكم معا نتجمع علشان بنحم كورا كورا في التسعين على الراديو تسعين تسعين هذا برنامج برعاية بيرتش من رياض مصر وبرعاية زيو التوتال انرجيس ورجعنا لكم مرة تانية كورا في التسعين مع ابراهيم عبدالجواد كابتل علي عايز اعرف منك توقعاتك واراءك حوالين كأس السوبر المصري ان شاء الله عندنا من يوم 20 ليوم 24 اربع فرق اهلي زمالك بيرامد سيراميكا توقعاتك للبطولة دي وخاصة الاهلي والزمالك بعد فوز الزمالك على الاهلي بالسوبر الافريقي توقعات من يكسب يعني البطولة وهل اصداء السوبر الافريقي ممكن يكون لها يعني انعكاس على هذه البطولة ان الاهلي يكون داخلها بدوافع اكبر اه ده حقيق المضاعب في الاهلي لما بيخسر بطولة ده احنا بنشوف وانا مش اقهل نادي الاهلي بس ده اللي في الجو العام بيبان المضاعب اللي بتحس ان هو بيقلب بكريسة بكريسة وبيحصل بقى فيها قرارات وفاهم المتلاك الموضوع اخد حجم حجم كبير اوي اه ده لو على المستوى الاداري فده بينعكس على اللعبة اه نحس ان الموضوع لا اللي هو خلاص ما ينفعش تاني وتلادي فترة كده فاهم الدنيا فيها تركيز الناحية التانية في الحالة بتاعت بتاعت الاحتفال برضو بعد البطولة ساعات دي برضو انا بتكلم ساعات ما بتكلمش ان ده حاصل او بيحصل انه الموضوع بياخد شكل شوية ان هو اي حلاص بقى كعبين عالي كده كده فاهم الجو بيعمل ازاي فدي بتأثر برضو بتنعكس برضو بالسلب ففي دي حاجة دي حافز ودي حاجة سلبية اه ده بالنسبة للاهل والزمالك اه بالنسبة للفترة اللي فاتت دي ما فيش اي ارتباطات الدنيا اللعبة واخد راحة كويسة اه ما فيش اي حاجة يعني كان اخر متش اللال بتاع افريكا بتاع التصفيات وتأهله اه الاجواء عندهم اهدى شوية طبعا اهل والزمالك ما فيش ضغط جماييري ما فيش الكلام ده كله فالدنيا بتبقى بتبقى اهدى شوية نفس الكلام لسراميكا دول بقى مرايحين بقى لهم حبة حلوين وعملوا فترة اعداد وعلى فكرة عمل فترة اعداد وعملوا فترة انتقالات كمان حلو بالزبط يعني لقى عمو صفهم عندك فخر اللقاية عندك زلكة عندك عبدالله مجدي واسلام عيسى لا اعملوا شوية صفقات بقوا بيراميكا اه لا يعني عجبني بصراحة بامانة انا لسه حد كنت كان في موضوع بان بارح عجبني اوي ان هما بيتسحبوا كده عمين شوية صفقات حلوة اعتقد ان مع كابتن ايمن الرماضي مع الاستقرار اللي موجود لا سراميكا ممكن تقدم موسم السنة دي قوي هو الطبيعي بحجم الصرف وحجم الصرف اللي حاصل وبحجم الامكانيات اللي موجودة في سراميكا فهو هيتكمل المربع ده اللي هو اهل وزمان كو بيراميكا و سراميكا السبب هما بيصرفوا مبالغ كبيرة وحاليا يعني تقريبا اخر موسمين خلينا اقول اخر موسم اللي فاته الموسم ده ابتدوا يجيبوا فعلا الصفقات اللي تستحق المبالغ دي اي وحلالوا تجديد كويس ودا الهدف مش كل حد معه فلوس كتير بيعرف يعمل فرقة كويسة صح وهم في البداية كانوا من ضمن الناس دي معهم فلوس كتير بس مش عارفين يعملوا فرقة كويسة اسامي من كل حتة و تك 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 وموضوع صرفوا مبالغ كبيرة وما كانش فيه ناتج لما ابتدت الامور تستقر شوية والفلوس ابتدت تبقى عارفة هتروح ازاي ومين اللعيبة فعلا اللي احنا محتاجينها ويبقى فيه استقرار عارفين ان هو قص بتاعتهم ايه ومين اللعيبة اللعيبة دي حتى لو بتاخد فلوس عالية لانهم معهم فلوس فتمام بقوا يعملوا ده فالسنة فاتت ظهروا بشكل كويس واتوقع السنة دي برضا ظهروا شكل كويس فالبطولة صعبة لان اصلا اللعيبة زي ما انتم كنت بتتكلم قبل كده فالاول اللعيبة اصلا في مصر مش كثيرة عندهم كوالاتي كويس فلما هيبقوا متوزين على الاربع اندية فهيبقى المنافسة قريبة اللي بيفرق الاهل والزمالك طبعا عن البيرامدس وصراميكا هو الدعم الجماهيري والهيستري فده اصلا بينزل بيخليهم شوية اعلى من الحاجة من الفرقة التانية ولو ان لو ممكن لعيبها مصريين في الفرقتين هم نفس ممكن بقريبين جدا من بعض الفرق بينهم بسيط جدا فمستوى واحد ولكن الحاجات التانية دي بتدي الاهل والزمالك معنويات اعلى بيرمز طبعا اعلاميا بسبب دخوله اصلا اعلاميا خلاها في نفس الحتة دي بس اعلاميا هو فاقلوهم في الحتة دي شوية بص في حاجة كنت لسه انا بتكلم معك فيها وكنا بنتكلم يا جماعة قبل الفصل اللي فات على فكرة اللعيبة بمصريين بتعرفش توقف ودي مش كلا عندنا في قطاعات النشئين وبتاع ومش عارف ايه وان احنا عندنا اهتمام اكتر بقطاعات النشئين والكلام ده كله فلسه جالي خبر جديد طازة يعني خليني نقوله انت معنا خلاص يورجين كلاب واحد من اعظم المدربين اللي احنا شفناهم اخر عشرين سنة تمام مشي من ليفر بول اخد فترة نقاها شوية اخد فترة نقاها خلاص راح فيين بقى يورجين كلاب ضحفين فجئني واحد من اهم المشاريع اللي بتعمل على مستوى العالم دلوقتي فيما يخص كرة القدم وقطاعات النشئين تحديدا هو الاكاديميس بتاعة ريدبول سواء لايبزيج سواء لايبزيج او سالسبرج او سالسبرج في النمسا ولايبزيج في ألمانيا تمام؟ في فترة برازيلة اه بس هما بيينفستوا جدا في الشباب والاطول يورجين كلاب تم تعينه هاد جلوبال سوكر افردو يعني هو بقى ماسك الكورة بص بقى اول ستيتمنت رسمية ايه 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 تطوير 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 اللي موجودة عندنا انا موجود انا موجود عشان انا موجود عشان انامي وطور وساند المواهب التي نمتلكها تطوير 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 ما يجيبش alguma او جديد مثل كارلوس كيرو وزي heal يجيب الرجل تطوير وهم يدفع لفلوس كويسة ويبقى مسك قطاعات الناشئين يعلم المدربين ويعلم اللعيبة وتكيف تستطيع لها كلها ويكون لك جيل من المدربين الصغيرين اللي تعلموا وفهموا ويقدروا هم بقى يشيلوا المهمة بعد كده فده نفس سبحان الله بعديها مفيش لقيت المسج دي يا لي في بيها الكلام ده ان واحد زيرجين كلاب هو مسلا هتفعله قليل ده هتلاقيهم دفعين له عقد بفلوس اه عمرها ما هتكون زي لو هو مسك ليفر بول او مسك كذا وكذا بس هو في نفس الوقت وعايز يريح هو مش عايز الضغط بقى اليومي بتاع الشغل اليومي انت هنا تلقت الرغبات ان انا خلاص انا في نهاية كاريري كمدرب فعايز اريح خلاص بقى اتفرغ لعائلتي وفي نفس الوقت عايز اعمل شغل باستمتاع بقى شغل بقى الصنعة بتاعي فهتديك فلوس كويسة بس هيجي بقى يارجين كلاب ده كمان خمس سنين هتلاقي طلع تحتي ستة سبعة تمانية عشرة مدربين جندين جدا لريدبول يشيلوا هم بقى القصة بعد كده وفي نقطة مهمة للموضوع ده عشان في ناس بتاخد الموضوع ان انا مدرب هاجي هيديني بقى هو كان بيشتغل ازاي وهطلع بقى كن انا يونج يورجن كلوب مثلا ولا بتاع يونج جيزوالدو فريرة لا هي الفكرة كلها ان انا مثلا لما اتعملت مع مدربين مثلا تاني وانا اتعملت مع مدرب السن الفات مثلا كمساعد فانت مش بتاخد الكاركتر مش بتلبس الكاركتر بتاعته وتعمل نفس طريقتي التدريب لا كل مدرب انا بشوف التدريب ده زي زكورة هو موهبة برضو انت ممكن تروح تاخد كل كورسات العالم كلها وفي الاخر مطاقش تضرر ليه هتقدر تنزل تعمل سيشن معين واكسرسايز معين والكلام ده كله بس لا تعرف تتحكم فيه ولا في اداء اللعيبة ولا 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 كلام ده كله فمش معنى كده اللي انت بتاخد شخصيته لا انت بتعلم منه اسلوبه اللي كان بيمشي بيه وتكون شخصيتك انت بس بشخصيتك انت صحيح اه والله وقت البرنامج من قرارها تاني ان شاء الله نوارت الدنيا كلها كل الشكر نجم مصر نجميلها الكبير اللي شرفنا النهار ده النهار ده كابتن علي غزال والشكر موصول لحضركم خلصة حلقتنا النهار ده من كرة فالتاسعين مع براهيم عبد الجواد نشوفكم بكرا ان شاء الله في نفس المعاد على الراديو تسعين تسعين و